تنشغل الأسر ومراقبوه السوق بتفسيرات مؤجلة لارتفاع أسعار اللحوم رغم تطمينات الحكومة باستيراد عشرات ألف المواشي فيما يقول مختصون أن تزام رمضان مع الربيع وموسم تسمين وتكاثر المواشي بدلا من بيعها للقصابين سيبقي الأسعار مرتفعة حتى الصيف المقبل العراقيون يشكون ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم البيضاء نتيجة ازدياد الإقبال عليها كبديل عن اللحوم الحمراء التي باتت خارج متناولة غالبية من الأسر موضحين أن التجار وأصحاب الدواج أصابتهم عدوى اللحوم الحمراء فدخلوا على خط المضاربة بالدجاج والأسماك ويقول مختصون أن غياب استراتيجية حكومية مدروسة لضبط الأسعار مع عدم وجود إنتاج وطني يسمح بكل تجاوزات التي لا ضحية فيها غير محدودية الدخل الذين يشكلون ربع سكان العراق مطالبين بفتح الاستيراد المحلي لتفادي أي ارتفاع إضافي للأسعار ترجمة نانسي قنقر